بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير نبينا وشفيعنا حيون محمد اخواني اخواتي غوية القلب ارجعنا مرة ثانية عشان يكمل الدرس الفخم الغالي المثلي اتسان فيه حاصل ماذا الله كانت كثير حلوة نحكنا وفهمنا ولعبنا واحفظنا القوانين ونطبق عليهم اللي بعده حص اليوم بعنوان درس مقاييس التشتت الجزء الثاني تحليل او تحويل البيانات رح نحول البيانات حص الماضي اعطيناك المقدمة انه اي اشي مع واري اللي بيكون بعد التعديل واي اشي معك تسمى قبل التعديل تم اقوله تم مين نقرأ عشان اللي تشوفه هنا قاس عالم درجة حرارة مفاعل نووي في خمس مواقع مختلفة وكانت نتاجة توصليها هي ارقام معدي اريد أن تعرف واي اهم شي واي يساوي واي يساوي واي يساوي أو حى حارة قبل التحويل والإيارات والحارة بعد التعديل ما لأنقوله هو سؤال؟ أجدت واسطة الحسابي والنهراف المعياري يأتي ميو تستقبل هذه الحرافة بالجزر بعد التحويل أحسنتين من أعطيني قيم ركز معي كيف أحول هذا العدد؟ طريقة التحويل تعوذ الرقم معل إيكس تعوذ اللي إياه يعني من أول رقم تعي? أول رقم 3230 أحتوالي هاذ قديم هاي يام زمان التحويل بوديه على المعادلة بتخلطه بتجمعه بتضربه بتفرتكه اطلع رقم جديد ان عوض محل اكس اوي مرة 300 يعني شير واي يساوي 10 فيه 3300 ونص ناقص 3300 ونخلط رقم بتحول فهمين كيف بخش بنضرب بالعشرة بنضرح من هاي هط عنا 10 ضرب بطلع جديد 25 اوه رجع رقم لنج رقم كاتكواتف جنن وبرد بحول هاي نفس الطريقة بحوض جوه محل اكس بنضرب كذا بتحول الارقام بتاعتي طلعتها 25 هاي هاي الارقام بعد التحويل مين هي 25 و 53 و مين و 62 و 75 و 100 ايوه هاي بعدها هاي و شو احطوا عندها القيم بعد التحويل من يو طالع اي سهل التحويل يتحول لو كده يتحول بيعطيك معادلة بتعوض ارقامك لقدام محل ال اكس وبتضرب وبتنقص وبتجمع بطلع برقم جديد هاي جديد هي الاعداد اللي بعد التحويل بقولي والله يا امي اسهل ماذا قلت السؤال بدي بدي وسط حسابي و بده ايش نحراف معي برو قلنا لنحراف يزم ايزي تعال نحل احنا سؤال واحد بس عشان نفهم اللعبة اه احنا باخر خانة نرجع لفوق ايسا اه اه لقمص هاي عنا مني حليها تعالوا نتذكر اول حصة الماضية بعمل جدول من ثلاث خانات اكس اكس ناقص ميو اكس ناقص ميو لكل تربيع تعالوا على الميو مجموعة الاكسات على عددهم على ان شوفي الحل نقش كما حلينا هم الميو مجموعة الاكسات على ان طيب سواء ان ساعدتها مش هالفرق الرمز قصد بايات هي مجموعة الاعداد الجديدة خاصة انت يطبق طبيعي يطلب على جواه و قديش ثلاثة وستين بون ستة ثلاثة وستين بون ستة بعمل جدول بعدي يا برو من ثلاثة خانات لما قلنا خاناتي قلنا اول خانة وهي الاكس وهو اكس ناقص ميو الكل شمالها هل ينزئ اوها هي وما طريقة ثانية يلا لسا اكساتي كم خانة عندي اصلا كم مقيمة خمسة صح واحد ثلاثة اربعة اوه خمسة عشرين من بعدها قلنا؟ ايوة اثنين ستين اثنين ستبعين اوه نجونا اكس ناقص ميو اخوان الميو هي اسمع 25 ناقص هذه 352 ناقص هذه هيا ناقص هذه وبعدها أربع إجابات 25 ناقص 63.6 سالب 38.6 35 ناقص 3.6 سالب 10.6 بعدها 62 ناقص 63.6 سالب 1.6 بعدها 75 ناقص 63.6 1.4 103 ناقص 63.6 39.4 هو من ربع ربع هيا ربع هيا ربع هيا هنا من مجموعة هناك في interject لقد أبدا ربعهم أسرع بذلك ربع هيا ربع هيا ربع هيا فرما أبدا أبدا 10.6 10.6 أشترك ان نتبعه نخلص الوضع نحن نقوم بعمل نحن نعضي ثلاثة ومئتين سبعة وثمانين بويند اثنين حلوين ما نصف قلنا أن التباين التباين قلنا التباين عبارة عن مجموعة خانة x-100 كل تربيع يعني 32187.2 على 5 هون تقسيم 5 اطلع جاب 657.4 طب شو تنحراف معيالي هو جزل هذا الرقم 25.6 نشوف نفسي حلم 25.6 اخر 25.6 شاهدين طبعا نسمعوا انا حلية حلم هم حلية على القانون الثانية ليش حلية الثانية ليش مجبر على القانوني نفسي إيجابة برو بس خلنا نضع ملاق esos عندما قلت س reconna ايش بدنا كيف بدنا ، جو جد الوسط الحسابي وانحراف معياري بعد التخويل الوسط الحسابي ميو فوق ثلاثة مون ستة الانحراف معياري هو هذا وانحراف هو خمسة مون ستة نمسح الحل ونحط الجبات بس نمسح الحل ونحط الجبات بس تعالوا قلنا ننقل هاي قلنا اسمعه ميو بس أنا شو أسميها ميو واي ليش ميو واي؟ لانه هاي انت بعد التعديل انا عدلت انا حسبت الوسط الحسابي وانحراف لهذه ليس 300 الفوق قبل التحسن انا بعد التعديل حسبت العدال الجديد فنسميها ميو واي بطاعة ثلاثة ستة و السجما واي برضه انحراف بعد التعديل انا هاي قام جديد السجما واي طلع ما نقلنا هاي 25 64 نعيدها مرة ثانية هاي لها طلعت معي بس اخلص حل بسميها ميو واي و سجما واي ليش واي؟ لانه هاي اشياء طلعتها من الغيمة اللي بعد التعديل بعد ايش التعديل فرع الثانية قال لي بدي وسط الحسابي و انحراف المعياري لدرجات الحرارة قبل مين؟ التحويل اسمع ما ندقى ارود عيد اطلع ارود عيد نفسي عملية اللي فوق هاي اللي هي لهاي القيم شوف البهدل 300 ارود حل قبل مرة ثانية ميو او اكس ناقص ميو ارود عيد لا اكيد في انها مستحيل انها يغلبني شوف ازغر عشان نقرأ السؤال شوف قال لي جد وسط الحسابي و انحراف المعياري لدرجات الحرارة قبل التحويل بناء على النتائج في الفرع السابق اهضل الجواز اهضل محلو مساكلها فرجي شغله انا ايش معادلة اللي تعتبر و نطع الصعي معادلة امتي من معادلة هاي او وهيها واي يساوي هاي الحل كله عليها واي يساوي واي يساوي عشرة اكس ناقص ايش ناقص 3300 ايو 3300 اوه شغله قل انا بدي وسط الحسابي بدي ميو اكس اخي بدي ميو اكس و بدي سجما اكس طريقتي شوفين معادلة نفسها بس بدل واي حط ميو واي هاي عشرة بدل اكس ميو اكس يعني بنسخوش طبيعي اي 300 صفرين هنا نعيد نفس المعادلة بس بدل واي ميو واي و بدل اكس ميو اكس خلصنا هاي ميو واي معك هاي ميو واي معك 360.6 يساوي عشرة بالميو اكس ناقصها يزن فرطت خلص زائد 3300 زائد 3300 يطلع جواب 3300 يساوي عشرة في ميو اكس نقسم على عشرة نقسم على عشرة تطلع ميو اكس تساوي معك 336.36 و خلصنا هاي ميو اكس كيف 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 ان هاي المعادلة شو هدفها اذا طلعت ميو اكس بطلع منها ميو واي و اذا طلعت ميو واي بطلع منها ميو اكس يعني عربي اذا اكس معك بطلع واي اذا واي معك بطلع اكس احسب احسب الوسط الحساب يقول ميو والامين لبعد التعديل و رأت عدلت ارقامي عوضت هنا و عدلتن و جدول و اجواء و حلية طلعت الانحراف مياري و طلعت الوسط الحسابي و رأت قال لا اقول لك بدي كمان من قبل التعديل اه ارد عيد هل مش منطقة هل عني و ظلح الجذاول والله اش بيررف و شو سوي قال السفيد المعادلة انت الواي معك الواي بعد التعديل معك اقول له عادي معادلات بنقل وبقسم احسب مخلص لقلقنا نفس المعادلة يو الشو يقلنا عشر اكس ناقص ثلاثمئة وتلاتين ثلاثمئة اه سفصل اه ثلاثمئة ثمام سأجد اريد الانحراف المعياري سيجما بس قبل التعديل اقول له او ايه طب انا معي سيجما اياه اي معي سيجما بعد التعديل انا جاهد نفس الحل بس بدل واي حط بس فيها ملاحظة صغيرة سيجما وي عشرة بدل اكس سيجما مين اكس قال لي بالسيجما خط ملاحظة بالسيجما ما بكتب الرقم اللي بيجي لحاله الرقم بيجي لحاله الحد الثابت الما مع اكسات بيحذف خط ملاحظة نقوم بحذف بحذف الحد الثابت بين قوسين العدد الموجود لواحده عنده ايجاد سيجما يعني السيجما الميو غير طل الميو طبعا طبعا هيا بدل وي ميو وي عشرة عشرة اكس ميو اكس نزل الرقم زي مو الرقم بينزل بالميو بنزل اما هون لا قال لا الرقم اللي اخير ما بدي اياه بقول له منت علي عادي انسى اقلع شعر الثاني ولا هلغطة وي ترك لازم الرقم يجنب سيجما يكون موجب طبعا لو كان ساب عشرة قل لي خلي عشرة عشان يك بحطوا عليه مطلق حيث عندي سيجما وي بتساوي عشرة موجب هي ما اثرت سيجما عشان الشريح سيجما اكس نعيد بدل واي سيجما واي بدل عشرة اكس عشرة سيجما اكس الرقم اللي حاله بالسيجما لا يكتب بحذفه طبب بالمعلومة الثانية ما بيه معلومتين اول معلومة الرقم اللي حاله بنحذف والمعلومة الثانية انه إذا كان رقم سالب يتحول للموجب خلق نحل السيجما وي يا معي كيف معي صار السيجما اكس شو يساوي 2.564 وخلصنا هاي قيمتين حراف معي قبل التعديل والله سؤال اوف ملعب قصة 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 بس يعني حلو معدلات ريحني فيهم الباشا وهذا السؤال نفس الفكرة رب رو نفس الفكرة نستل نفسه عشرة اكس بس ناقص ثلثمية يعني برورة تعديد هنا هاي شوزعن عشرة اكس ناقص ثلثمية تعني هنا ميو واي بساوي عشرة ميو اكس ناقص ثلثمية وهون شو سيئر عندك سيجما واي بس عشرة ميو اكس ما بقتب ثلثمية تمام هاذ حلولية وبعثولية اشوف حلكو رح يطلع صح ولا لا وان شاء الله صح بشها الصور الحظر الى مرتين هاذا اللي هون ننزل هس رجع اليوتيوب ورجع شوية ورا عيدوا مرتين عشان ثبت معلومة اكثر يا غالي على قلبي طالب البطاقات اكتب رضا ايش انتو كمان يا حلبي وضو ثلاثة كمان ثبتونا ايا وعيدونا ايا وايشي بعثولي طبعا جميعا طلب يوتيوب وبطاقات على القربات من وجودة بكل محل واتسب او حتى على الفيسبوك او حتى على انستجرام اكتب راشد فاوريا وسانا قلوب بطلع لكم على السريع فيش مجال اخر فكرة وخلاص هيك الحمد لله كون ان هنا درس من اطول لدروس وان اصعب لدروس فنكون ايك الحمد لله ان هنا بعون الله تعالوا هنا فكرة جديدة بس حلوة بعون الله سهلة هنشوفها ايكون فرتكنا الصعب درس البلدوزر نقرأ السؤال ونحوش معلوماتنا رصدت سرعة 25 دراجة او اي يا اخوان هاي العددهم 25 دراجة حلو مشاركة في ايش شلغاء في سباق الدرجات انسى تعالوا هنا انا الي اكتب المعادلة وي يساوي اكس ناقص عشرة هاي معادلة تحت قبل التحويل وي يساوي اكس ناقص عشرة البوس يا سلام رصدت وقال لي حيث واي السرعة بعد التحويل واي والاكس السرعة اكيد سرعة من قبل التحويل وان دائما واي بعد اكس والاكس قبل حلو اذا كان معطني معلومتين غريبات ايش هي مجموع الواي مجموع الواي ساوي سالب خمسة اتوقع ايوه ومجموع الواي تربيع حتى لا يمكن القانون جديد بإعادة الله تحفظه خلاص الفين ثمانمية وثلاثة حيلو جد ميل ايش ايش هاي اللي بدي بدي وسط الحسابي نصوح الدرجة بعد التحويل بدي وسط الحسابي بدي وسط ايش اخوان سهل لوسط الحسابي لم يو لانه قال لي بعد التحويل مجموع الواي قانوني مجموع 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 الواي على ان مجموع الواي سالب خمسة والان هي اتوقع خمسة الشيء صح ايوه مقسمة سالة صفة صفة نايد وسط حسابي يعني ميو لو قبل التحويل بقوله ميو اكس بعد التحويل ميو وي حسنا ميو مجموع اكس على ان مجموع الواي ميو استحدت يعني من ممكن من عملة قانوني ويجب ويجب مجموع الواي على مين على ان تمام ثاني ثاني سالة اه سالة 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 نقوم لا تقفض المعادلة مع دقاءة 10 يجبها بساعة عادة معادلة كيف سأزعى ميو ي بدل ميو ي بدل ميو ي ميو ي سالب 0.2 هي ميو يدى من ميو يضائل10 و هي زائل10 و هناك إليها لن يجب على 9.80 بسعة 9.80 ميو اكس تساوي 9.80 خلصنا الوصل الحسابي قبل التحويل نرى اللي بعده صار غريب حراف المعيارة قبل التحويل حراف ما القبل التحويل معطيني معلومات علويات على بعد التحويل فنعطيني اللي قبل فانه شهز مطلع السيجما واي هذا جديد السيجما واي بس بهذا السؤال سؤال بقيته مجموعة واي ومجموعة واي تربية بتطبق هذا القانون جذر مجموعة واي تربية على ان ناقص لميو واي تربية الميو واي شو مالها؟ هذا قانون مجموعة واي تربية على ان ناقص ميو واي تربية اخواني هاي جذر مجموعة واي تربية من فوق كانت تقريبا الفين ثممية وثلاثة والان نقولها خمس عشرين ناقص الميو واي طلعنا فوق الميو واي ايش طلعت معنا؟ طلعت معنا سالب زيرا بوينج ثانين كل تربية اقسم هذولة ربع هاي اطرحن بعدين جذر يطلع جو كده اشتاعي معي عاشرة بوينج ثانين هاي مين؟ هاي سيجما واي السادة هو قال لي ما بدهوش سيجما واي شو بده السواق؟ قال لي السواق بديو سيجما اكس بده الانحراف يعني سيجما قبل التعديل على القانون قلنا واي شو تساوي؟ اكس ناقص عشرة ساعفرجيك قلنا واي بيساوي مع معدلتي اكس ناقص عشرة محل واي سيجما واي محل اكس سيجما اكس والرقم اللي حاله ما بكتبه اول قاعدة قاعدة ثانية اذا اكس معها رقم مسالة بخلي موجود ما فيش معها رقم اوه خلصنا سيجما واي هي نفس سيجما اكس يطلع سيجما واي يطلع ان هنا عشرة بوينج ستة هي نفس السيجما اكس وخلصنا اوف اوف يا الهي افكار معدية الجزء الضل يبدو عالي قبل التحويل مرعب ولك هالاكيد جاب المتحان مستحيل ما يجيب مستحيل مجمع واي مستحيل تمكن منهم كثير تفهم اليوم صح ايدي حصة تربتها وعلى القنة شفت علاقاتكم حلوة ان شاء الله ويجاي كثير سيفرطة مادي خلص اوه داس هو المرعب هو اللي بقى بالمدرسة اسبوعين والأستاذ ولمستشراعه بده شغل اما الباقي يا السلام جداول التكرارية لعب وتسلاي ولا بي زيها بس تناكوا بفيديو الجاي رحصور رأس طبعا انت سأخذوا بليك غير الجو ورجعوا اللي يرجعوا لي عشان نكمل إن شاء الله الدس الجاي بفيديو واحد بس بيعون الله كان معكم أخوكم بالسلام عليكم بالسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة